اشتركوا في القناة المملكة الاردنية الهاشمية وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق وفخامة رئيس الولايات المتحدة الامريكية والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية شهر المقبل وسلم الرسالة الى جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن احمد بن عبدالعزيز السعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين خلال استقبال جلالته له في قصر الاصخير هذا اليوم وأعرب حضرة صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة مشيدا حفظه الله بروابط العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وما تشهده من تعاون دائم وتنسيق مشترك على كافة المستويات كما أعرب جلالته عن تقديره واعتزازه بجهود خادم الحرمين الشريفين رعاه الله في توثيق وترسيخ العلاقات البحرينية السعودية وتطوير العمل الخليجي المشترك ومبادراته ومساعيه الخيرة في تعميق الترابط والتعاون بين الأشقاء وبدوره القيادي الرائد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة متمنيا جلالته لأعمال القمة المرتقبة التوفيق والسداد لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وحماية مصالح دولها وشعوبها الشقيقة وخدمة القضايا العربية ودعم العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة